السلام عليكم سأريكم في هذا الفيديو إن شاء الله كيف تبحثون عن خبر معين وفي وقت معين باستخدام جوجل مثلا عندما نبحث عن خبر يقوم جوجل بإعطائنا نفس الخبر ولكن وقع في عدة سنوات مثلا قبل عدة سنوات لكن ماذا لو أردنا نفس الخبر ولكن وقع مثلا في الأسبوع الماضي أو في الأمس مثلا كيف سنقوم بالبحث هذا ما سنرى في هذا الفيديو إن شاء الله كما سأريكم أيضا كيفية البحث عن التطبيقات المدفوعة بطريقة مجانية وكل ذلك بالبحث في جوجل ولكن بطرق احترافها إن شاء الله كل ما عليك فعله هو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بالجديد إذن على بركة الله نبدأ كل ما سنحتاجه هو متصفح مثلا نختار هذا المتصفح ندخل إليه ونكتب هنا نأتي إلى جوجل عندما لا تأتينا الصفحة الخاصة بجوجل نكتب أي شيء هنا كيفما كان مثلا نكتب هذه وتأتينا مباشرة يأتينا مباشرة من جوجل ثم نقوم بالسحب هكذا كما تشاهدون من اليمين إلى يسار ثم نأتي إلى هنا وقد تجدوها بلغة أخرى لكن لا يهم يعني سيكون نفس الترتيب آخر واحدة هنا نضغط عليها ثم نقوم بالسحب ونأتي إلى هنا نضغط عليها ثم نختار من هنا لدينا هنا أقل من ساعة يعني الخبر يكون قد تم تحميله على الأنترنت قبل ساعة تقريبا وهنا قبل 24 ساعة وهنا قبل أسبوع وهنا قبل شهر وهنا نختار ما يناسبون مثلا نختار قبل أسبوع نضغط عليها وتجد هنا الخبر كما تلاحظ هنا إليا دوجو يعني تم تنزيل هذا الخبر في يومين يعني أقل من أسبوع هنا أربعة أيام وهنا يومين وهكذا نختار من هنا أيضا إذا أردنا أن نختار الفيديوهات نضغط هنا على هذا الخيار وكما تشاهدون تم تنزيل هذا الفيديو في يومين وهذا الفيديو في أربعة أيام يعني هذه طريقة ممتازة جدا للبحث حسب التوقيت حسب التوقيت كما قلت وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الشطر الأول الآن سأريكم كيف سنقوم بالبحث عن التطبيقات المدفوعة بطريقة بسيطة جدا هنا نكتب أي إسم لأي تطبيق كيفما كان لا يهم مثلا نكتب مثلا نكتب نعم مثلا لا يهم مثلا نعم هنا يمكن تغيير هذا بإسم التطبيق والآن نأتي إلى الشيء المهم نكتب هنا مثلا نكتب نكتب نضيف إليها أبيك إذن نكتب هنا إسم التطبيق ثم نضيف إليه بريميوم ثم أبيك هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية نقوم بتغيير بريميوم هذه نغيرها بهذه الكلمة نغيرها بكلمة برو كما تلاحظون إسم التطبيق إضافة إلى برو ثم أبيك هذه مهمة لقالية هناك طريقة أخرى أو كتابة أخرى نقوم بتغيير برو بهذه العبارة آه كما تلاحظون ان لوكت أبيك هذه أيضا تعطينا البحث عن تطبيقات المدفوعة هذه هي الطريقة البسيطة ولكنها طريقة فعالة ويستخدمها أغلب المحترفين في الأنترنت إذن كان هذا هو الدرس البسيط جدا ولكن المهم جدا أيضا وفي الأخير لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائك عبر الضغط على زر مشاركة أسفل الفيديو شكرا وإلى دروس أخرى إن شاء الله موسيقى